سننتهي بمقطع لشاعر القطري الذي تتولى رئاسة اللجنة المدافعة لكن قبل ذلك سؤال الأخير نحبك جاوبني ولو أنه يحتمل برشا وقت لكن حاول أن توجز في الإجابة في دقيقتين على أستاذ رياض المثقف العربي وأنه خبل عربية كانت تتردد وبين الظفرين تحجوا إلى قناة الجزيرة خلال سنوات عديدة المثقف العربي والسياسي والمحلل العربي اليوم يتوقف عند حجم هذا التدخل الخارجي وهذا المشروع الناجز نظريا على الأقل لدى القوى الكبرى في اتجاه إدخال الخارجة العربية في بؤرة تطاحن وتقاتل داخلي من أجل حل الحلول الاقتصادية الكبرى تعيش في دول لماذا يواصل المثقف المحلل العربي هذه المكابرة في الحديث عن ثورة عربية ألم يحن الوقت اليوم إلى أن يواجه المثقف المحلل والسياسي شعبه كواحد من هذه النخبة ليقول لهم الحقيقة أنت شوف من يعمل إصالح قناة الجزيرة والعربية هو ليس فقير بروليتاري هو ثم ثروة ضخمة ثم أموال ضخمة تدفع للمحاللين والفقهاء الناتو يعني عن شيخ الناتو وصحفي الناتو وإعلامي الناتو والقناة الجزيرة والعربية أتحدث عنك أنت مثلا كرجل وطاني نحن من لا شيء نحن استخدمنا بعض القنوات هنا وهناك من قناة الموقرة هؤلاء الفقراء إلى آخره ومن اليوتيوب والأنترنت إلى آخره تصدينا لهجم الشريس وضعت فيها مليارات الدولار واشتري فيها تسعين في المئة من الصحفيين والكتاب والمثقفين وشبال المثقفين العرب من أجل أن نضرب الوطنية وندمر وطنية والاقتتال الداخل وتخريب والدمار الذي يعيشه الوطن العرب رأي سوريا من الدول القليلة التي تصدر في القمح تقريبا دولة العربية الوحيدة التي عند اكتفاذ ذاتي غذائي وتصدر البيت السوري أكثر من 90% كله مصنوع محليا عند اكتفاذ ذاتي فلابد من ضرب أي تجربة صدام حسين صنعها فنضرب الصناعة العراقية وندميره سوريا عملت اكتفاذ ذاتي وتقدمت نضربها نحاول معي الجزاء نحاول معي بلد عربي تم شراء الكثير والكثير من أشبال المثقفين العرب وكتاب والصحفي والمحلي العسكريين والشيوخ ونحن معنا حد شيء تقريبا من لا شيء صمدنا ورهننا على شيء أنا واحد الناس يقولولي على ماذا ترهن أنت داخل على السعودية ووهابية وقطر وحتى مع بعضهم في نفس السلة وإلى آخره ما هي امكانياتك أنا رهنت على الوطني المواطن التونسي نبدو بتونس والمواطن العربي وطني في تونس ما زالت عنا ذكرى الدغباجي وبشير بسديرة وخليفة بالعسكر ومحمد مصباح الجربوع في مصر عندهم نفس الشيطان وفي الجزائر بوعمامة ومقرانية إلى آخرين وفي المغرب بعد كلمة الخطابة حتى الملك محمد الخامس لما نفيه واتقلته لسلطات الفرنسية الأخيرة شوف أنت الخريطة في كل الدول أو أغلب الدول العربية ثم رموز قاومة الاستعمار وحركات تحر الوطن أعطيني شخصية واحدة في قطرة والسعودية تعرفها قاومة استعمار لأنه صنح الاستعمار وهذا أرشيف علمي عندنا متوفر لدينا لمن يريد أن يبحث علميا أرشيف وزارة المستعمارات الشرقية البريطانية تجدون فيه كل التفاصيل عن من أسس السعودية ومن أسس قطر ولماذا أسسوه الأستاذ رياض السيدة ومدير المركز العربي لدراسات السياسية والاجتماعية سنعود ربما للتوقف عند هذا السؤال مرة أخرى لأنه سؤال ملح وربما تتوضح مفاصله يوم بعد يوم في المشرق في سوريا وفي بعض الدول الأخرى العربية في المغرب أو في المشرق شكرا لك أستاذ رياض شكرا أيضا لذين تابعونا الخاتمة مع هذا المقطع الشعر الذي اخترته لنا محمد بذيب العجبي شعر الثورات العربية الحقيقي الشعر الربيع العربي الحقيقي الذي تصدى للربيع العربي المزيف المصنوع في العديد والسيلية في قطر بعدها بالخصم الشهبي طبعا وإرادة الحالة شكرا لك أستاذ رياض السيدة شكرا أيضا للذين تابعونا نلتقي في مناسبة تلفزية أخرى إلى اللقاء شكرا للوزيرة الأولية محمد الغنوشي للوزيرة الأولية محمد الغنوشي لو حسبنا فلطتك ما هي بدستورية ما بكينا بن علي ولا بكينا عصر أنا أتبرها لحظة بالعمر التاريخية للوزيرة الأولية محمد الغنوشي لو حسبنا فلطتك ما هي بدستورية ما بكينا بن علي ولا بكينا عصر نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية دكتاتورية نظام القمع والسبجاجة آهل السونس عليها الثورة الشامية عندما من أماني دم الله حقير وواطي وانمد احنا نمجح بقناعة شخصية اتجج الثورة بدم الشعب يا ذائرها وان حتنجاز الشعوب الكل نفس حية قل لهم بقوت منكزنا يشله كفة كل نصر ستسبق أحداث مهتاوية آه اقضال البلاد اللي جاهل حاكمها يحسب لنا العز في القوات الأمريكية آه اقضال البلاد اللي جاهل حاكمها يحسب لنا العز في القوات الأمريكية آه اقضال البلاد اللي شعبها جائع والحكومة تبتخر في طفات المالية واه اقبال البلاد اللي يتنام مواطن معك جنسية وتصبح ما معك جنسية واه اقبال النظام القمعي المتوارث لا متى وانتوا عبيدة النزعة الذاتية ولا متى والشعب ما يدري بقيمة نفسه ذا ينصب ذا وراه كلها منسية ليه ما يختار حاكم بالبلد يحكم له يتخلص من نظام السلطة الجبرية علمني مرضي النفسة ومزع الشعبة بكرة جلت بدانة واحدة في كرسية علمني مرضي النفسة ومزع الشعبة بكرة جلت بدانة واحدة في كرسية داري حسب ان الوطن بسمعوا بسمعيانا الوطن الشهد وانجادة وطن شهبية رددوا قصة واحد للمصير الواحد كلنا تونس توجه النخبة او قمعية كلنا تونس توجه النخبة او قمعية الحكومات العربية ومن يحكمها كلهم بلا بلا استذناء حرامية السؤال اللي يؤرق فكرة المتاهل لم يجد ايجابتك من كلها رسمية دامها تستورد من الغرب كل اشياءها ليه ليه ما تستورد القانون والحرية ليه ما تستورد القانون والحرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة